أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن النواب المجلس يدينون ويرفضون بأشد العبارات والمعاني لاعتداءات الإسرائيلية السفرة والمتكررة ضد المدن الفلسطينية وأكد رئيس المجلس أن النواب حذروا من تدعيات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين والتي لن ينتج عنه سوى إذكاء نيران الاحتقان وتوسيع دائرة العنف بين الطرفين وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة تنتهك أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية وحرمة المدنيين الآمنين ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة تنتهك أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية وحرمة المدنيين الآمنين فقد شاهدنا جميعاً العدوان الغاشم الذي شنه الكيان الإسرائيلي المحتل على مدينة جلين الفلسطينية ومخيمها مما أصفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحة ولم يقف عند هذا الحد بل أغار بلا هوادة على مدينة غزة وشدد حصاره على مدينة القدس ومن تحت قبة مجلس النواب المصري يدين نواب الشعب ويرفضون بأشد العبارات والمعاني الاعتداءات الإسرائيلية السافرة والمتكررة ضد المدن الفلسطينية ويحذرون من التداعيات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين والتي لن ينتج عنها سوى إسكاء نيران الاحتقان وتوسيع دائرة العنف بين الطرفين وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني